التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة متابعة التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة آليات التعامل مع تدعيات الأزمة على القطاع العقاري وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الأليات للتعامل مع تدعيات الأزمة العالمية كما نوها مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مصنع الحديد والأسمنت لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص دعا الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي أساسة الغربيين إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي مؤكدا أن التقاوص بشأن هذا القرار يودي بحياة الأوكرانيين وفي خطاب المصور قال زيلنسكي أنه سيواصل مطالبة بحظر البنوك الروسية تماما من التعامل مع النظام المالي الدولي مشيرا إلى أن موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لذا لا تأخذ محادثات السلام على محمل الجد دعين العالم الديمقراطي إلى تجنب الخام الروسية اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكران سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلعدمير بوتين بالصائبة وفي تصريحات تلفزيونية قال ماكران أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع الرئيس الروسي لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا وأكد الرئيس الفرنسي أن انتقادات رئيس الوزراء البولندي لسياسة الحوار الفرنسية مع روسيا لا أساس لها من الصحة وشائنة على حد وصه مشيرا إلى أن المحادثات الحالية مع بوتين تتركز حول الوضع في أوكرانيا ووقف إطلاق النار ولكن أعلم أن أعلم مع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي تشكيل مجلس رئاسي يضم ثمان قيادات عسكرية وسياسية برئاسة رشاد محمد العليمي ونقل إليه كافة صلاحيته الرئاسية ونص الإعلان الرئاسي على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية صدنا عن إعفاء نائب رئيس علي محسن الأحمر من منصبه ونقل صلاحيته أيضا إلى مجلس القيادة الرئاسي الذي يتألف من ثمانية أعضاء أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية وخلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس أعرب ولي العهد السعودي عن أماله بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة مؤكدا حرص المملكة على أن ينام اليمن بالأمن والاستقرار وأعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار دعية مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع قوات الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشمل أعلنت اللجنة الوطنية للصخة في الصين تسجيل 1323 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا وأضحت اللجنة أن 1284 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلية مشيرة إلى أنه تم تسجيل 21784 إصابة جديدة لم تظهر عليها آراد فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة أما رياضيا فحقق النادي الأهلي فوزا صعبا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات جولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز بهذه النتيجة يواصل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 11 مباراة لعبها حتى الآن في المقابل ظل الاتحاد السكندري عند النقطة الرابعة عشر في المركز الحادي عشر وفي البطولة ذاتها نجح فريق الزمالك في الفوز على بيرميز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الحاديية عشر من الدوري وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المارد الأبيض إلى 28 نقطة محتلن المركز الثاني بينما تجمد رصيد بيرميز عند النقطة السادسة والعشرين في المركز الثالث نهاية منجزة التسانة والاستكمال البيئي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر